بأول اتصال معانا من الأستاذة إيمان أستاذة إيمان اتفضلي أستاذة إيمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذك يا شيخ عاملين فضل ونعمة الحمد لله الحمد لله بعد إذن حدثتك أنا كان معي إرشيل وكنت عايزة أشتري بيوم عقار وكده فما كفوش فقلت شوية إيه أشيله ما بالمحوش وكده مبلغ تاني فحطتهم واجه عشان ما يتصرفوش ففي ناس كتير عاماته طبعا في السؤال ده في حاجة حرام عارفة إيه الحاجة الحرام إن اللي بيفتوا دولة حرام عليهم هيروحوا النار يعني اسمعي بس اسمعي تفضلي قولي حاجة إيمان الأول أعمالين يقولولي الفلوس دي حرام مش هنخش بتكتاني ولا أنا كله ما عندك ولا كده عشان الفلوس بتجيدي حرام منها وكده يا طيب أنا اللي عايز أقولولك دولة إن اللي هم بيعملوا ده حرام اللي بيعملوا ده حرام ليه ببساطة خالص ولا بدون أدنى تكلف مين اللي قال لهم إن اللي بيعملوا ده حرام حاضر النبي ومين اللي قال لهم إن الكلام ده ممكن يخليهم ولا عايزوا بالله بيعرضنا ونفسهم للنار حاضر النبي قال أجراءكم على الفتوى أجراءكم على النار فاللي هم بيعملوا ده إن هم يتكرعوا على الفتوى كده ويقولوا كلام هم ما ما يعرفوش حرام عليهم يا ستي ببساطة خالص أنت لما حطيت الفلوس في البنك كنت عايزة تسليه في البنك الجواب لا أنت كنت عايزة تسليه في الفلوس في البنك الجواب لا أنت كنت عايزة تحط الفلوس في البنك تستثمريها والبنك دلوقتي بيعمل ايه بيشتغلك في استثمرك في مالك فهو لما بياخد فلوس ويديك فلوس بيديك فلوس على جملة المشروعات اللي خدت فلوس بتاعتك بيها واستثمرها في المشروعات دي فما حدش يقولك هو البنك بيكسب على طول ما هو البنك ما عندوش مشروع واحد بس يا ولدي ده البنك بيعمل مشروعات كتيرة جدا 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 الخلاصة حاج إيمان عشان ما تتلغبطيش الفلوس اللي بتجيديك ده حلال وما تسمعيش من حد الكلام ده من حد تاني ويا ست اللي عايز يجي يأكل عندك أهلا وسهلا احنا بنقدم له الأكل بس هو مش من حقه أنه هو يتكلم في الدين ويفسد ويحل ويحر ويقوله خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب كل واحد على اللي بيخرج من لسان ومش معنى أن انت بتقولي كلام بيباني أن انت حريص على الدين تقول أي حاجة لا كل كلمة بتقولها لو كانت في الدين خلي بالك ممكن تكون بتفتري على الله ولا تقوله لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فواحدة واحدة ما تسمعيش الكلام ده ويداع المال في البنك ده اللي بييجي منه ده اسمه ريع مش فوايد لأن انت ما سلفتش البنك فهي حاجة إيمان ربنا يبارك لك ويديك الصحة ويبارك لك في مالك إن شاء الله